اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية له ان السعودية ستطور قنبلة نووية اذا اقدمت ايران على تلك الخطوة هذا وقال ولي العهد في مقابلة مع قناة سي بي اس الامريكية ان السعودية لا تريد حيازة اي قنبلة نووية لكنها ستطور من دون شك مثل هذه القنبلة في اسرع وقت ممكن ان اقدمت ايران على تلك الخطوة وخلال المقابلة شبه الامير محمد بن سلمان مرشد ايران علي خامنئي بالزعيم النازي الراحل ادوالف هتلر اقال ان خامنئي يريد توسع وانشاء مشروعه الخاص في الشرق الاوسط مثل هتلر الذي اراد التوسع مضيفا ان العديد من الدول حول العالم وفي اوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث كما اشار ولي العهد السعودي لان ايران لا يمكن ان تكون ندا للسعودية اذ ان جيش ايران ليس من بين اكبر خمسة جيوش في العالم الاسلامي ان الاقتصاد السعودية اكبر من اقتصاد ايران موضحا ان ايران بعيدة عن ان تكون على قدر المساواة مع السعودية